السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين قناة محمد الخضر الكرام دمتم بألف خير وصحة وعافية النهارة ان شاء الله بإذن الله فيديو جديد ومدرسة جديدة ما بعد الاعدادية مدارس مهمة جدا فتابعونا ان شاء الله عشان يصلكم كل جديد تمام طبعا مستمرين في نشر المدارس بدائل السنوية العامة بعد الاعدادية ومعانا مدرسة النهاردة مدارس السنوية العسكرية هنتكلم في كل حاجة النهاردة هنتكلم في الشروط القبول والأوراق المطلوبة واختبارات القبول وأماكن التقديم ومعات سحب الملفات والمواد الدراسية المقررة ومميزات المدارس العسكرية عن بقي المدارس الأخرى فتابعونا في الفيديو ده للآخر ان شاء الله بإذن الله لأنه مهم جدا ونعرف منه كل حاجة عن المدارس العسكرية المختلفة المنتشرة في جمهورية مصر العربية تمام يا ريت لو بتشوفنا الاول مرة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ولايك وشير لي الفيديو وعشان يوصل لأكبر عدد مني الطلاب ويستفيدهم ان شاء الله بإذن الله وإيه لو عايز ايه كما نكتب في التعليقات وارود عليك ان شاء الله تمام مدارس السنوية العسكرية تمام نجد ان الكثير من الطلاب الحاصرين على الشهادة الاعدادية والعامة والازهرية يقبلونه على الالتحاق بمدارس السنوية العسكرية اه يعني كمان معانا الايه الازهر الشهادة الازهرية مما يؤهلهم بعد ذلك للالتحاق بالكليات العسكرية مثل الكليات الحربية والجوية مثلا والشرطة لان اللي هيكون خريجي المدرسة المدارس العسكرية هيكون له طبعا اولوية عن باقي الطلاب هو بيقدم في كليات العسكرية المختلفة سواء كلية الفنية العسكرية او كلية الحربية او كليات المختلفة للقوات المسلحة تمام يقوم مزير الدفاع المصري بعد نهاية كل عام دراسي واعلان نتائج الشهادة الاعدادية العامة بفتح باب القبول امام دفعة جديدة من الطلاب للتحاق بالمدارس السنوية العسكرية بيكون ده امتى نهاية شهر ايه اللي احنا موجودين في ده او اوائل شهر سبعة ان شاء الله بازن الله تمام والتي طبعا موجودة في العليد من المحافظات الجمهورية موجودة طبعا في القاهرة هنعرض ان شاء الله كل التفاصيل الخاصة بالمدارسة العسكرية سواء طبعا في خلال عدة ايه محاول اولا معاد سحب الملفات ثانيا اماكن التقديم في مدارسة السنوية العسكرية ثالثا شرط شروط التقديم في السنوية العسكرية رابعا الاوراق طبعا المطلوبة للسنوية العسكرية خامسا مراحل اختبار القبول في السنوية العسكرية مهم جدا اختبارات القبول ده عشان نعرف هتبقى عاملة ازاي وبعدين مواد الدراسة في السنوية العسكرية واخيرا مميزات المدارس السنوية العسكرية. اولا معاد سحب الملفات امتى معاد سحب الملفات يتم سحب الملفات للتقديم في اواخر شهر يونيو اهو زي ما احنا قلناه المدة يحددها وزير الدفاع في بيان هيتم نشره في وزارة الدفاع طبعا في الصحف ماشي يعني انتظروا الايام اللي احنا موجودين فيها دي او بداية الاسبوع القادم ان شاء الله بازن الله هيتم نشر المعاد بالتحديد المعاد امتى بالتحديد واول ما يظهر هننوه عنه في القناة ان شاء الله بازن الله تمام هيحدد فيها وزير الدفاع كل ما يتعلق بمواعيد سحب الملفات واماكنها واماكن تسلمها والاوراق المطلوبة للتقديم وشروط الالتحق تمام كل ده في البيان بيكون موجود فيه مع البداية ولكن احنا نتكلم طبعا عن اللي حصل على في السنوات اللي قبل كده في التقديم للمدارس سنوية العسكرية اولا مدارس السنوية العسكرية الموجودة في القاهرة مدرسة المعادي الارمان العسكرية بالدقي الخديوي اسماعيل للسنوية العسكرية مدرسة عمر السنوية العسكرية بنين بالسيدة زينب خلاص عمر الخطب السنوية العسكرية بي المرج السنوية الخديوية السنوية العسكرية بنين في الضرب الاحمر خلاص مدرسة الفسطات السنوية العسكرية بنين مدرسة التحرير السنوية العسكرية المشتركة المدرسة السنوية العسكرية تمام دي المدارس السنوية العسكرية في القاهرة ليجي بالمدارس السنوية العسكرية في محافظة مصر مدرسة أحمد عرابي السنوية العسكرية بنين في الزأزيق المدرسة العسكرية في محافظة أسيود مدرسة طمطة السنوية العسكرية بنين مدرسة السنوية العسكرية بالحسنية في محافظة الشرقية السادات السنوية العسكرية بانين في الإسماعائيليا. معدرسة ضمنهور السنوية العسكرية في البحيرة. المدارسة السنوية العسكرية في المنصورة محفظة داهلية. والمدرسة السنوية بسير إي جابر. اسكندرية. مدرسة جمال عبد الناصر للسنوية العسكرية بانين بردو في اسكندرية. تمام دي المدارس المنتشرة في المحافظة عطي قولنا القاهرة وقولنا الايه المحافظات. نيجي بقى الاماكن التقديم في مدارسة السنوية Camera هيكون من خلال مكاتب تنصيق. مكاتب تنصيق. طب مكتب القاهرة فين؟ في الهايكستيب. تمام؟ مكتب وتعادلين تنصيق للسنوية العسكرية في الإسكندرية. ومكتب تنصيق السنوية العسكرية في السويس. ومكتب تنصيق السنوية العسكرية بالإسماعيلية. ومكتب تنصيق السنوية العسكرية بالمينيا. ومكتب تنصيق السنوية العسكرية بأسيوة. تمام؟ دي اماكن مكاتب التنصيخ على مستوى الجمهورية. شروط تقديمة في السنوية العسكرية ايه? واحد. يكون الطالب ذكر مصر الجنسية من ابوين مصريين. اه. طيب البنات ما لهمش نصيب. البنات لهم نصيب بس في السنوية العسكرية الرياضية. وهنقولها بعدين في فيديو تاني. لكن السنوية العسكرية اللي بنتكلم عنها النهاردة زكور فقط. تمام? موافقة وليه الامر طبعا على التقديم. كتابة. الا يقل لسن الطالب عن اربعتاشر عام ولا يزيد عن سبعتاشر عام في اول شهر عشر القادم ان شاء الله. اكتياز اختبارات القبول في السنوية العسكرية. اللي هنقول عليها الوقت ان شاء الله ازناها كلها. اللي يقل طول الطالب المتقدم طبعا عن مية خمسة وستين سنتي ويكون متناسب مع وزنه. يعني الكتلة. يعني ما يكونش مية وخمسة وستين سنتي مسلا ومليان سنة. لا لازم يكون متناسب يعني حوالي يكون من خمسة وستين لستين كيلو. تمام? ان يكون طبعا لقيقا جسديا ورياضيا ما يكونش فيه اي عقل قدر الله. لا يتم قبول الطلاب الراصبين او الناجحين بملاحك. يعني مش مش يقبل الطالبين العيد السنة او اللي عنده دور تاني. باستثناء مين? الحصلين على بطولات رياضية. طبعا الحصل على بطولات رياضية سواء من الاتحاد او على مستوى الجمهورية. ده بيقدم بيها شهادة وصورة الكامنية الاتحاد. وهنعرف بعد كده بعدين. ان يكون متقدم. طبعا حصل على الشهادة الاعدادية بمجموع لا يقل عما يحدده الوزير الدفاع عن كل عام. الاعوام السابقة كانت مية وسبعين. الاعدادي العام وممتين وخمسين الاعدادي الازهاري. السنوات اللي فاتت. بس لسه ما تحددش مجموع السنة دي. الاوراق المطلوبة بالتخديم للسنوات العسكري النركز او في الاوراق المطلوبة دي ان شاء الله بازن الله. تمام? لان مهمة جدا. وهحاول ان شاء الله اصابها لك في صندوق الوصف. صحيفة لحوالي الجنائية او الحالة الجنائية فيش طبعا فيش تشبيه. زائد اربع نسخ تمام? للمدرسة العسكرية التابعة للمحافظة. يعني هجيب صحيفة احوالي الجنائية وحصورها اربع نسخ. عدد ستاشر صورة صورة شخصية بخلفية بيضاء. ستاشر صورة خلفية. الشخصية بخلفية برضة اربعة في ستة. تمام? كارت للطالب. اه كارت للطالب واقفة بخلفية بيضاء. مقاس عشرة في خمستاشر سنتي. كارت عائلية ضم الطالب والاب والام فقط. طبعا مقاس برضو عشرة في خمستاشر. كارت عائلي للأسرة. القيد العائلي للأسرة زائد اربع نسخ منه. تمام? شهرة صحية مختبئ من استشفى حكومة بخلوه الطالب من امراض. عشان السمح بالاختبارات ومورسط الرياضة. طبعا في مورسط الرياضة وفي اختبارات. فطبعا لازم الطالب يكون خالي من اي حاجة لقدر الله. فطبعا هيكون ايه? لازم وراب كده. بيان معتمد من نجاح. بيان معتمد من الادارة التعليمية. بيان معتمد. نجاح معتمد من الادارة التعليمية من نفس العام الدراسي. شهرة ميلاد كمبيوتر لأم ساخر الكمبيوتر زائد اتنين صورة منها. زائد اربع صور لبطاقة الاب. زائد ايه بطاقة الام. يعني اربع صور لبطاقة الاب وبطاقة ايه الام. صورة ضوئية لحالة الوالد الوظفية. ولي الامر. مختومة بخيت من النسر. يعني اه لازم تثبت ان الولي الامر اصلا لو موظف بتجيب حاجة اسمها صحيفة اه او بتجيب مفردات معتب. مسلا لو ولي الامر مختومة بختم النسر طبعا والي الامر بيعملها من ايه الشغل بتاعه. شهادة من التأمينات او المعاشات او السجل الضريبي لاصحاب الاعمال الحرة مختومة برضو بختم النسر. طبعا اي واحد بيعمل في اعمال حرة بيكون مسلا تبع نقابة تبع اه سجل ضريبي تبع اي حاجة بيجيب منها ما يفيد بعمله. اه. وثيقة بطولات رياضية معتمدة من الاتحاد اللعبة زي صورة من كده للتحاد. تمام? هنا بقى لو انت اتكلمنا في قبل كده الطالب اللي هو عنده لقدر الله اي مشكلة مسلا في دور تاني عنده ملاحق او كلام من ده. لو جاب البطولات دي صورة البطولات دي بتعدي المرحلة بتاعت ايه دي. خلاص? حتة نركز بس بحتة دي. لن يتم قبول الملف الطالب المحول من التعليم الازهري الا بعد تقديم موافقة كتابية من القطاع الازهري التابع له الطالب. يعني الطالب الازهري هيكيب من القطاع الازهري ولا تفيد ان ما فيش مانع ان الطالب يروح السنوية العسكرية تمام؟ موافقة ايه المنطقة الازهرية ما رحل بقى الاختبارات. طبعا اختبارات ايه في مقره للمدارس السنوية العسكرية اختبارات في المهارات التخصصية في القهارة بالهيك ستيب تمام. الهيئة والتحاليل طبعا نكون في القاهرة اختبار كشف عن الهيئة بيكون فين؟ في القاهرة تمام؟ يعني في اختبارات في مقهار المدرسة نفسها ومهارات في نظر هايكستيب وتحاليل بركزين في القاهرة انواع بقى لاختبارات اختبار علمي دي القياس مستوى الطالب العلمي يعني اختبار مثلا في اللغة العربية بالانجليزيةات كده في العلوم اختبار طبي دي القياس م Stream لتأهيله دل المدرسة السنوية العسكرية اختبار بدني زي الكليات العسكرية كده دل فحص الطالب بدنيا اختبارات مهارات للقياس مدى قدر الطالب بمهارته في الألعاب برضو الرياضية. تمام؟ اختبار لياقة بدنية لكشفه عن سلامة جسم الطالب وخلوقه من أي تشغوات أو إعقاد. وفي الآخر اختبار نفسي ده بيان مدى سابته لانفعالي وتحديد مستوى زكائي. اختبار طبعا الهيئة اللي هو في الاخد بيان الهيئة لشخصية الطالب اللي هو بيسأله كم سؤال في الآخر. اللي هو ايه اختبار هيئة. ايه مواد الدراسة بقى في السنوية العسكرية؟ مواد الدراسة في السنوية العسكرية هي نفس مواد السنوية العامة. اللي مقررة من توزار التربية والتعليم. الى جانب مواد التربية العسكرية لتعليم القواعد طبعا الانضباط لاستخدام السلاح تزرع برضو قواعد شخصية طالب انضباط باساس الحياة العسكرية. وبإضافة ايه تدريب على عديد من الالعاب الرياضية والالعاب القوة مثل الكاراتية والسباحة والفروسية ويكون غفوغ. نيجي بقى حتة مهمة جدا. ايه مميزات المدرسة العسكرية دي اللي بتخليني اقبل عليها او اعمل كل الحاجات دي عشان اقدم فيها. بتمنح المدارسة العسكرية خريجها شهادة اتمام الدراسة النوية العامة للشعب العلمي. خلاص? يبقى هو خريج علمي. معتمد من نظر التربية التعليم. ثانيا. تؤهل المدارسة العسكرية الخريج منها للتحاكم المداهع والمعاهد والكليات العسكرية في القوات المسلحة. كويس جدا. انت الخريج المدارسة العسكرية دي بيكون له اولوية كبيرة جدا. في القبول في الكليات العسكرية لو عايز تكمل في الخط العسكري او المعاهد ايه العسكرية. تقدم المدارسة العسكرية طبعا عناية تمة من قبل ضباط اخرين تخرجوا بمدارسة سنوية. توفر طبعا تأمين صحي. طعم فاخر. سكن داخلي. مهم جدا. مكافآت مالية شهرية لجميع الطلاب بالمدارس العسكرية. الى بالاضافة الى مكافآت للطلاب المتفوقين دراسيا ايه واخلاقيا. واكيد يصرف للطالب داخل المدرسة زي ايه عسكر. تمام? دي بقى هي مميزات ايه المدرسة السنوية العسكرية. عرضنا معاكم معظم الحاجات المهمة وتفاصيل المدرسة السنوية العسكرية. لو عايز اي حاجة منك تفتح عليها توعرض عليك ان شاء الله بازن الله. ورايك وشير للفيديو عشان نوصل الى اكبر عدد من الناس ويستفيدهم. ويجب ان شاء الله بازن الله تحاولوا تقدموا في المدارسة لانها كويسة جدا. واتبعوا. كويس جدا. امتى هينزلوا. ان شاء الله اول ما ينزل الوزير يقول البيان بتاعها او الدرجات هوليها ان شاء الله عليها بازن الله في القناة هنا ان شاء الله. وربنا وفقكم جميعا وتقبلوا فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.